اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الفقرة من برنامج موطني قررنا أن تكون فقرة مميزة نخرج من ضيف مميز وهو شاعر دكتورو أستاذ جامعي ورجل من رجال الدين الإسلامي السمح محب للوطن أثرنا أن نخوض في أشعاره وفي قصائده ولكن بعد الاستماع لنشيد الراية البيضة للشاعر الدكتور عبد المولى البغدادي ومن ألحان عبد الباصل البغداد نتابع اهلا بكم سادة الكرام رحبوا بضيفي المميز والمتميز الدكتور الشاعر عبد المولى المغربي دكتور الشاعر عبد المولى المغربي استاذ دراسات العليا بالجامعات الليبية وشاعر ليبيا الشبابي المشهور دكتور أهلا بكم في مرحب الموطن أولا في تصحيح بسيط أنت حطيتني المغربي وأن البغدادي آه البغدادي سوري خطأ مني خطأ مني ماشي ولهمك ولهمك أرحب بك هو مغربي هو بغدادي وليعب أخوه مدن لا خلاص طيب رحبوا بك في برنامج موطني ضيف كاري ترحب بي المغربي والبغدادي لا البغدادي خلاص دكتور عبد المولى خلاص يا سيدي أهل عبد المولى البغدادي وعش يا سيدي أهلا بك وأنت منير الغراري الغراري نتشرف يا سيدي بالجود يا مرحب نبدأ معاك من هذا الأربعين ثاني اللي شفناها قبل شوية قصيدة أو نشيد الراية البيضاء حدثنا لهذه القصيدة وعن لماذا الراية البيضاء وشن تعني بك الراية البيضاء هي فكرة وليدة لحظة كنت أشعر بها بشيء من الخوف على مستقبل هذا الوطن كنا في أمسية شعرية بالمدينة القديمة بدار الفقه حسن وكانت هذه الإيماضة البسيطة وكنا نتحدث في ما نحن فيه فكان المقترح هكذا ماذا لو تحاورنا حوار الحب تحاورنا حوار الحب بعيدا مع أي تيارات أخرى ماذا لو همس كل أخي ليبي في أذن أخيه يقول له أخي مهما تسعر من خلاف ومهما دار من جدل سفيه ستنتصر الأخوة في كلينا وكل أخي يعود إلى أخيه هلما إلي واحظني بعنف ستسمع نبض قلب أنت فيه فليس لقلبك المشتاق مثلي وفياً يحتويك وتحتويه فقصيلة طويلة ولكن هذا ما نحن بصدده عند فكرة راية البيضاء راية البيضاء هي راية التسامح راية السلام راية كل واحد مننا يجب لا ينطق إلا خيراً بياض نفتح صفحة بيضاء في سبيل هذا الوطن ننزع جميع أحقادنا هي الكلمات تقول راية البيضاء في كف الوطن تتحدى كل أنواع الفتن رفرفت كالشمس في عليائنا توقض الآمال في ليل المحن ولتكن رمز سلام بيننا إن أردنا العيش في هذا الوطن آل ليبيا كلنا آل وفاة من سوانا يحمل الراية من؟ راية تعلو على أوجاعنا تذهب الأسقام عنا والوهن والوهن يا إله الكون هذه ليبيا نجها يا ربي من شرع الفتن اللهم أمين وما أكثرها من لحظات ومن للأسف من محطات مؤلمة عناها الشعب الليبي والمواطن الليبي للأسف كيف تشوفوا الوضع الحالي في ليبيا في البلاد توا ما قالت إليه والله للأسف الشديد بدأت ثورة بيضاء بدأت ثورة بيضاء ناصعت البياض ولكن للأسف الشديد للأسف الشديد بعدين دخلت في مسارات بعضها حزبي بعضها قبلي بعضها ديني أصبحنا في تعصبات أصبح كل منا يسير في نهج بعيدا عن النهج الآخر شين السبب؟ أصبح كل منا لا يقبل الآخر لماذا؟ للأسف الشديد لأننا هي قد تكون أمور يعني طبيعية عادية بعد كل ثورة ينشأ قبل ما كانش فيه شعور بالحرية فبدأ الشعور بالحرية كل واحد يعبر كما يشاء طيب بس الحرية ما سخرهاش الناس للأعمال الخير كيف نرجع للطريق الصحيح؟ والله العودة هي محبة ليبيا فقط نرجع إلى ليبيا الأم بعيدا عن الأحزاب بعيدا عن التيارات بعيدا عن عبادة الأشخاص أو التمسك بالأشخاص نحن شعب قليل العدد نحن شعب غني نحن شعب تري كيف نحرق أموالنا كيف نحرق يعني بترولنا نحرق أنفسنا أصبحنا في المطارات أنا عندي قصيدة في سنة الماضية في مثل هذا الوقت أنا طالع من الأردن من هنا وللأسف شديد مشيت عن طريق دولة أخرى عباش نبي نمشي لليبيا ونصلها في ذلك اليوم فحصرت في مطار فأصبحت في موقف تزدريني فيه الأعين كل الناس يسيرون في اتجاهاتهم وهم مبتسمين إلا أنا لأني ليبي ودمبي أنني ليبي فبصراحة المفروض أن نحن نتساهل مع أنفسنا ونترك هذه العصبية وهذه العنجهية ويتقبل مننا إحنا حتى العائلة الوحدة الأب عنده أولاد مش معقول الأولاد كلهم بيكونوا نفس الطبيعة طيب دكتور عبد المولة شمي رسالتك لكل الشباب إحنا حوارنا اجتماعي مدني بعيدا عن التجاذبات السياسية أنت كأب رسالتك لكل الشباب الليبيين اللي يحملوا في السلاح شمي تقولونهم باختصار والله أقول لهم فيما قلته في قصيدة بني وطني نسمع قصيدة بني وطني بعد بني وطني أناشلكم وأستجدي ضمائركم بأن لا تجعلوا الأنساب بأن لا تجعلوا الأنساب تفصلكم بأن لا تجعلوا الألقاب والأنساب تفصلكم بأن لا تشركوا في الحب أهواء تساوركم فوحدتكم هي التوحيد ركل في شريعتكم تؤذن في مآدنكم وتتلى في مساجدكم إذا انهارت ولن تنهار ما دامت عزيمتكم تحركها عقيدتكم وتعلنها إرادتكم لماذا يا بني وطني يكفر بعضنا بعضا لماذا لماذا يا بني وطني يكفر بعضنا بعضا ويلعن بعضنا بعضا وينكر بعضنا بعضا ولم يرحم لنا التجريح لا أرضا ولا عرضا ولم نحفل بمن يغضب منا أو بمن يرضى فصار لقاؤنا صمتا وصار حديثنا رفضا وأصبح قربنا بعدا وأصبح بعدنا وأصبح وأصبح حبنا بغضا كأن الله لم يخلق سوانا يعرف الفرض وأن القائلين بما يخالفنا هم المرضى فماذا لو تحاورنا فماذا فماذا لو تحاورنا حوار الحب والود ولم نصرخ بتكفير ولا رفض ولا صد وذاب العقل في العقل وذاب الجهد في الجهد هناك يبلغ الليبي أقصى غاية المجد إن شاء الله هذا كل من تحاورنا هذه قصيدة رائعة بغاية قمة المجد هذه كل من تطلع على شهر الليبي فماذا لو تحاورنا حوار الحب فماذا لو تحاورنا حوار الحب والود ولم نصرخ بتكفير ولا كره ولا بغض كل واحد من يتقبل الآخر وذاب العقل في العقل وذاب الجهد في الجهد هناك يبلغ الليبي أقصى غاية المجد فيه مقطع لماذا أيها الأحرار لم نرحم ضحايانا ولم نوقف نزيف الدم من أشلاء قتلانا ولا زالت بنادقنا تضاعف حجم جرحانا دعونا نحمل الثورة في الأعماق وجدانا وليس مجرد التغيير أسماء وألوانا فإن ثورة الجوفاء لا تسعد إنسانا ولا تمنع عدوانا ولا تصنع عمرانا ولا غالب إلا الموت إن لم ننتهي الآن فهيا ننتهي الآن فليس لنا سوى الآن ولا تبني عمرانا المشكلة الرئيسية هي السلاح في الليبي هو السلاح أنا عندي المشكلة ليست هي السلاح وإنما في استخدام السلاح كل منا يحمل سلاح وسلاح اللسان هو أحد من أي سلاح يموت الفتاة من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل لسانك حصانك لسانك حصانك لسان الفتاة نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم وإنما المرء لسانه فنحن نحمل هذا السلاح اللي هو سلاح اللسان المهم أن كيف نستخدم أسلحة هذا كان سؤالي كنت مفكر في سؤالي كيف نستخدم سلاح اللسان لما فيه خير للبلاد وللعباد ومرضة الله سلاح اللسان أني فراي الأسلحة الموجودة الآن في بلوتنا وفي الشوارع وفي المعسكرات وكل جهة عندها ثكلة من الأسلحة ولما يقع فيه خصومة بدل من نتحاور نبدو بالأسلحة إلى أن دمرنا أرضنا ولازلنا ندمرها فليست العبرة في السلاح الموجود ولكن العبرة في الفكرة كيف نستخدمه سلاحة هذه تعتبر ثروة وطنية موجودة كل بلد لها جيشة ولها سلاحة ولها عقولها كذلك فنحن نبدأ بأنفسنا بهذا السلاح الموجود بين فكينا لا نقول المفروض إلا كلمة الخير إلا كلمات الحب ماذا لو تحاورنا حوار الحب والودي حوار الحب والودي طيب خلال دراستك درست في مدينة البيضة وترجولت في عدد من المدن الليبية حاب نسمع منك عن علاقة الليبيين الليبي بالليبي سواء في الشرق أو في الغرب أو الجنوب اللي لزالت ولله الحمد ونقول لله الحمد أنها لزالت متينة رغم الأحقاد ورغم الدسائس وبعض الفتن والله لما قبل الفترة اللي إحنا نصطلي بنارها كان الإنسان اللي في الزنتان اللي موجود في ليبيا أو من أي منطقة موجود في الزنتان والله لا يشعر إلا بالضيافة وبالأخوة كذلك في مصراتة كذلك في تورغة كذلك في تبرغ كذلك في البيضة في منغازي أنا عشت في البيضة أربع سنوات عشته منع عشتها منعما هل حست بحك غريب مثلا؟ أبدا والله والله بالأحسن سنواتي عمري أربع سنوات ومن الواحد وستين للخمس وستين نشبه التاريخ وعشنا في منغازي بني غازي وهل في الحب غازي سواكم يا بني وبناتي غازي منغازي هذه المدينة الآن تدمر في مصلحة من؟ أنا لا عبرة لي بالمنتصر وغير المنتصر هذه الحرب هذه الفتنة يستوي فيها اللي على الحق واللي على الباطل كلهم كلهم خاسرون هذه الفتنة عندما تشبه نيرانها يسمح كل واحد يصطلي بنارها لازم الآن أو غدا كانت ليبيا كلها إخوة نتنقل المدن الكبيرة مثل مغازي مثل طرابلس ما يعتقد أن فيه منطقة من المناطق إلا موجودة فيها إخوة متحابين الآن نزغ الشيطان بيننا وأنا والله أكاد أجزم بأن فيه فتن خارجية بكل تأكد وأياد سوداء امتدت إلينا حقدا وتريد الإقاع طيب هل هذه الأياد السوداء والفتن هل سوف تحاول زعزعت هذه العلاقة المتينة بين الأخوة اللي بيين حسبوا واستطاعت هما لديهم وسائلهم لديهم انت شوف الآن حتى الدول كيف نتفطنولها انت شوف الدول الآن احنا تقاسمنا العالم زي كأنها كيكة موجودة والعالم كل الدولة عندها مجموعة نعصر فيها وقد يكون هما متفقين لا انت زيد انت إرخي انت كده باش نصحوا احنا مختلفين أنا أريد متى يصحو الضمير الليبي بالضبط ويكون الشخص المتشدد مهما يكون متصلب في رأيه يتنازل عن رأيه من أجل ليبيا الحب من أجل ليبيا الأم من أجل ليبيا الخير هذه المضلة الشامخة التي سوف تبقى شامخة يأتي ويقول أنا في سبيل الوطن سوف أتنازل سوف أخرج أو سوف هكذا كل واحد يعانق أخي زي ما قلت ويبقى وتبقى ليبيا أيضا ولازالت ان شاء الله رقم صعب وسوف تبقى بعون الله رقم صعب وأنا في رأي هذه كلها مخاض سوف تنجب إن شاء الله وطنا عزيزا علينا وسوف يكون هناك بعض قصائدك دكتور شاعرنا عبد المولى في قصيدة ببيتها بداية بيتها واسمها رقم صعب الأخوة قالوا لي على أي ابو يسمعها اللي هي؟ رقم صعب رقم صعب رقم صعب موهم وهكي قالوا لي في الزمالة ولا غشة شون يزعم بالله أنا ما عنديش قصيدة بالنسبة لها لكن هو عنوان ذكرتني به سوف يكون قصيدة في المستقبل إن شاء الله هذا الرقم الصعب هو الرقم الذي نبحث عنه جميعا شال رائعا اللي هي لي بأي وسكر نحن نريد الوصول إلى هذا الرقم الصعب نحن الآن تهنى ما بين جميع الألقام وتهنى عن الرقم الذي يجب أن نصل إليه منت اللي سميتها الرقم الصعب حالة مركز الله قصيدة لم تقل بعد وهي ليبيا ليتنا كنا نعمل جميع حساباتنا حتى نصل إلى الرقم المثالي وهو ليبيا طيب نسمعه لبيكي ليبيا لبيكي ليبيا لبيكي ليبيا لبيكي هي عموما هي في نفس قصيدة بني وطني هنا ليبيا هي فيك كلمات كلها بسيطة هنا ليبيا هنا وطني هذه كلها في المدارس هنا سري هنا علني هنا عرشي ومملكتي هنا الأشواق تغمرني هنا الصوت الحنون العذب في قلبي وفي أذني هنا الروح التي عادت كما كانت إلى البدن وليس لدي بعض الله تمجيد سوى وطني إلى أن أقول ألا لبيكي يا ليبياي إن الله لباكي ولبى ثورة الأحرار تحضنها دراعاكي ألا لبيكي إن الحب أوله وآخره تجسد في محياكي وأن الخير كل الخير منبعه ومنبعته عطاياك وللأسف الشديد بعض الأخوة الزملاء سامحهم الله فهموها كأنها كأن الحب كله أصبح للوطن ونحن نفينا الحب لله إنما الحب الدنيوي هذا إنما أقول أنا أحبك أو أنت تقول أنت تحبني هل معنى ذلك أنك أغفلت حب الله؟ حب الله هذا الإله كلنا نحبه سبحان الله ألي مثلي يقالوا أنت لا تحب الله؟ هل أنا غفلت عن حب الله؟ ألا لبيكي يا لبياي إن الله لباكي نحن نريد أن نغرس في أذهان النشئ مدى تعلقهم بحب لي طبعا الخسارة التي خسرناها نحن الآن المواطنة المواطنة لما أنتم في هذا البرنامج موطني هو إرساء هذا الحب إن شاء الله يا رب هو إرساء هذا الحب نحن نبحث عن هذه العلاقة علاقة كل ليبي بمحبته لليبيا ليس بولائه لقبيلته وليس بولائه إلى حزب مهما كان هذا الحزب ولا إلى شخص ليبيا هي الأم هي الذي يتجه لها بالحب الأكبر بعض الله سبحانه وتعالى العديد من الأبيات والقصائد الرائعة التي تتغنى وتتحدث عن الوطن بس في الجانب الآخر دكتور عندك بعض الأشعار التي ألقيتها تتسم بروح الدعابة أو الغزاء بتختار لي واحدة نسمعها هاك والله هو الشعر مثل حديث أحيانا يحتر عندما يعني وخصوصا في جانب الوطن في جانب الوطن أنا عندي الوطن هو يأتي بعد الله سبحانه وتعالى طبعا وعندما نتجه جميعا للوطن عندما ننحاز كلنا للوطن ولله كذلك لأن حب الوطن من الإيمان طبعا وحتى الشعر الشعر حتى الرسول عليه الصلاة والسلام استمع إليه فيه الخنساء الخنساء وهي جاهلية الشعر ثم دخلت الإسلام ومات من مات من أبنائها قبل الإسلام وبعد الإسلام تسأل عن كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتي به الرسول ويقول يلاقيه خناس أنجدينه بعضا بعض الشعر وتنشده والرسول لم يضيق لم يضيق صدرا بهذا بل بالعكس حتى كعب بن زهير في قصيلته المشهورة بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إترها لم يفد مكبول وما سعاد غداة البين إذا رحله إلا أغن غضيض الطرف مكحول وبدأ يتغزل بحبيبتي طيب هذي كانت لي ابن كعب هذي كانت بناسمع الدكتور عبد المولى البغداد والله اسمع ما هي العملية كلها أنا لما نجي لي أحمد شوقي وطني لو شغلته بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي لم تأتي دار الإفتاء المصرية ولا الأزهر وقالوا في الوقت اللي حتى أنا أخذ له وأيده ولكن الذي يشفع له أن هناك تحيز للوطن هو قال لو شغلته بالخلد عنه نازعتني ولكنه لم يستفت في هل تختار أنت الجنة ولا تختار الوطن كل ما يمكن أن يقال في هذا المجال هي أن الشعر هي خلاصة خلاصة العواطف ينبغي أن نترك شيئا من الحرية للشاعر حتى يتحل حتى الشاعر عندما مثلا يمزح فيمكن أن يكون هناك يعني شيء من بين مزاحة زي القصيدة اللي كنت نقول فيها الآن للجماعة ذلك الشيخ الذي سرقت منه المحفظة ومسكين هو كان إمامنا ويصلي بنا ولكن بعد ذلك وجد محفظته قد سرقت فالشيخ بدأ يصرخ وبدأ يعني ما لي الشيخ شنو في المحفظة متعدل والله المحفظة لم يوجد فيها فلوس طيب الحمد لله ما قال والله فيها فتاوي وبعدين الاعتداء على شيخ المسلمين في هذا المسجد معناها اعتداء على الإسلام فكانت لدي أمسية شعرية في المركز الإسلامي بمالطة كلها في مالطة ولي مع مالطة ذكريات كثيرة جدا ولكن كانت أمسية والذي قدمني هو الشيخ وكان الحضور بعد صلاة التراويح فقلت له فضل الشيخ هل تسمح بنوع من الدعابة قال لي اتفضل فبدأت يتكلم عنه إن الشال عندما اقتربت يداه من محفظة الشيخ وقلت يدن الشال تبحث دون جدوى عن الأموال في جيب الخطيب فما وجدت سوى قلم كئيب ومحفظة تفكر في الهروب لتحمي نفسها من بخر شيق يرى حمل اللقود من الذنوب فحين دنت يدن الشال منها تداعب سترة الشيخ المهيبي أحست بالخلاص فرافقتها بترحاب إلى اللص الحبيبي وقالت للمخلص حين آوى إلى بعض المخابئ والذروبي تشوف المحفظة تتكلم تقول لي حماك الله من لص ضريف تطوع الانتشال من قلوبي أتعرف محنتي خير لص يمارس متعة الخطف العجيب؟ لقد أحببت هذا الشيخ حقاً ولكن لم أطق ظلم الحبيبي يعاملني معاملة المخالي وقد حشيت وغصت بالحبوب ولم يخرج إلى الصلوات حتى يفاجئني بمظروف عجيبي كأن الشيخة حرم لمس جسمي على الدولار والسلت الملي اللي قام معاك دكتور فضلت الشيخ والشاعر بركة الله برغدالي لا يمل منها بس قبل ما نختم في هات دقيقة الأخيرة اللي ما زالت عندي تكرمت بيها حضرة المخرجة نبه كلمة أو وبيات أو قصيدة على خطاب نبد الكراهية ونبد العمر لكل اللي بين من اختيارك طبعاً والله أقول من هذه القصيدة كذلك بني وطني أناشدكم مناشدة المحبين بأن لا تجعل الدنيا تفرقكم ولا الدينة لقد كنتم بحمد الله أبطالاً ميامينا ولا زلتم كما شئتم وشاءتكم أمانينا سوى بعض اختراقات وبعض من حماقات تعيد لنا مآسينا فلا للعنف والتخويف لا للمستفزين ولا للمسخ والتشويه لا للمستغلين والدينة وألف نعم لزرع الأمن ألف نعم لنشر الحب كي تزهوا ليالينا وسوف تزهوا إن شاء الله هذه الليالي لا يمال مننا نتمنوا نتواصلوا في حلقاتك قادمة إن شاء الله في وجه أوسع شكراً 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 شكراً